وحلي ملف من الملفات الهمة جدا اللي أعلنت عنها أمبارح وزارة الصحة وده في إطار الحفاظ على صحة الأم والجنين وأيضا الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين اللي حصل تم اتخاذ تمن إجراءات لخفض معدلات الولادة القيصرية مقابل الولادة الطبيعية زي ده ممكن يتم على أرض الواقع في ظل استسهال الغالبية العظمى يعني من الفتيات والسيدات للولادة القيصرية واللجوء لها ده اللي هنعرفه بالتفصيل من ضفنا الدكتور حسام الشنوفي أستاذ النساء والتوليد بالأصر العيني اللي مشرفنا في السوديو صباح الخير يا دكتور صباح النور زي حدد الحمد لله تمامي زي الصحة الأول الحمد لله يا ربنا هنعرف يعني فعلا نقلل الولادة القيصرية مقابل الولادة الطبيعية احنا بنتمنى وبقى لنا في مستشفى قصر يعني كتير يعني راصدين المشكلة ديات وبنتمنى ان تحصل صحوة يعني في المجتمع ونقدر نرجع للطبيعي للحياة الطبيعية مش قصدي للحياة الطبيعية طب ايه الفرق يعني انا بجد معرفش يعني انا فعلا انا ما خليفتش قبل كده فمعرفش ايه ليه الناس تستسهل القيصر يعني الطبيعي وليه القيصرية في مشاكل كتيرة مثلا او مش ورغو فيه زي طبيعي في مشاكل كتير اعتقد او الناس مفاهمها بتقول ان هو الطبيعي في مشاكل اكتر انا حاجة بس على السؤال الاول اللي الناس بتستسل ده بسبب انتشار مفاهم خطيئة والناس بتسمع من بعض وبتصدق بعض اكتر من الدكاترة بتاعيته فخلاص هي كل واحدة اول ما بتحمل بتبدأ تسمع قصص ده الولادة الطبيعية متعبة دي بهدلة بعد كده بهدلة في حياتك القصص دي فده الاجابة الاولانية ده ادى الى ان الناس عندها انطباع او فكر ان هو اختيار ما بين الولادة الطبيعية وما بين الولادة القيصرية او ان الست الحامل محتاجة تختار هو مش اختيار اصلا هي الولادة طبيعية الولادة القيصرية بنالجأ لها لو لقينا انه حيبقى فيه مشاكل على الجنين في الولادة الطبيعية حيتأثر بالولادة الطبيعية او فيه مشاكل على الامه ده عائد للطبيع انما هو المفروض في الاصل هو مش اختيار هو مش المفروض ان السؤال بيتسئل حول الطبيعية ولا قيصر هتولد طبيعي الا لو الدكتور قال فيه مشكلة يبقى تولد قيصر المشكلة دي تبقى مشكلة على الجنين مشكلة على الجنين طبعا لستة مشاكل ده علم بقى كل ده اللي هم ندرسه فده بقى الدكتور هو المفروض بيقول دكتور خلينا أقول لحضرتك من خلال التجربة من الأصدقاء المحوطين بيا وأهلي تحديدا لما بيجوا رايحين للدكتور هو أول حاجة الدكتور بيقولها أنت النهاردة حامل في الأسبوع مثلا كذا هاتي ولدي يوم مثلا إتناشر الساعة ستة عصر أنا على المغرب في شهر تسعة فهو حدد من البداية أن هي ولادة قيصرية مش طبيعية لأن أعتقد أن الولادة الطبيعية مش معروف يوم الولادة بالضبط كده يعني معرفش طبعا إزاي بيقدر يحدد بالوقت وبالساعة لأن معادل ولادة الطبيعية ما يعرفوش غير ربنا سبحانه وتعالى الحامل مدته أربعين أسبوع والولادة الطبيعية متوقعة من سبعة وتلاتين لأربعين أسبوع وممكن نستنى عشر تيام بعد الأربعين أسبوع كمان تحديد معادل ولادة ده عن طريق قيصرية ده خطأ طبعا بس هو هل ده يعني إشارة ده هدف سؤالي ده إشارة اللي أنا بيدي أو بياخد موافقة ضمنية اللي إحنا رايحين للاتجاه الخاص بالولادة القيصرية طبعا طبعا يعني هنا المسؤولية على الطبيب الطبيب اللي يقول كده ويتصرف كده يبقى هو قرر أنه هو مش حيوال الطبيعي وده يعني في رأيي يبقى خطأ طبعا طيب الولادة القيصرية مش فارقة السوشي لفل للستة أو هي في أي مستوى اجتماعي لكن بنشوف أنه كله بيلجأ ليها في بعض المجتمعات بيفتكرون أنه أرخص يمكن لكن الطبيعي يمكن كنا بنكلم قبل الهواح رايكو تقول ده طبيعي يعني ده ربنا خلقنا كده فليه ابتديني نلجأ لحاجة زي دي وإجراءات بقى وزارة الصحة لتقليل الولادة القيصرية ليه بدأنا نلجأ هي زي ما تقولها حضرتك حاجة بدأت تجيب حاجة إيه أكتر حاجتين من المخاطر يعني اللي الطبيب أصلا طبيب النساء والولادة بيتمرن عليهم طول حياته قبل ما يتحمل مسؤولية حاجتين أثناء الولادة نقص الأكسجين للطفل اللي بتولد الحاجة الثانية نزيف ما بعد الولادة في انطباعي القصة بدأت بأن طبعا الولادة الطبيعية أول مرة بتبقى فيها ضغط على الطبيب وهي دي اللي بتشكل المهارة بتاعته إنه هو متابعة سير الولادة ومتابعة حال الجنين بتبدأ في مرة إنه حصلت مشكلة مثلا من المشاكل الطبيعية فاللوم كله واقع على الطبيب ومحدش دافع عن الطبيب محدش قال إنه اللي حصل ده من المضاعفات الطبيعية فبدأ كله يضطع زراء إنه هو يخاف فيبدأ يركن للقيصرية بعد شوية بدأت الشائعات تتروج ما بين السيدات فبدأوا هم كمان يبقوا كيفين وعايزين يولدوا قيصرية فده في ظني الحصل ثم بدأت بقى إيه العجلة تمشي نفسها لأن نسبة القيصرية ده بنوع عليه يعني رقم بيتزايد من نفسه هي السيدة لو ولدت قيصرية أول مرة هتفضل تولد إيه قيصرية في إيه قيصرية واحدة بتزود في العدد على أقل 3 أو 4 مرات بعدها تانية يمكن إحنا دلوقتي في حالة صحوة من المجتمع وحالة صحوة من وزارة الصحة بالإجراءات اللي أعلنتها للرجوع أو تقليل معدلات الولادة القيصرية عاوز أعرف أهمية زيادة الولادة القيصرية إيه اللي هيحصل لما بتحصل الزيادة دي أهمية تقليلها عفوا لأن أقلل الولادة القيصرية إيه أهميتها في الوقت الحالي نتمنى إحنا قلنا هم أتنين مخاطر أساسيين نعص الأكسوجين عن الجنين ونزيف ما بعد الولادة في الولادة القيصرية نظرياً بتشيل المخاطر بتاع نعص الأكسوجين عن الجنين أثناء الولادة لأنه بيطلع على طول من الجرح إنما بيزيد قوي قوي بقى مخاطر النزيف ما بعد الولادة خاصة بسبب حاجة اسمها المشيمة المتقدمة والمشيمة الملتصقة المشيمة في الطبيعي بتنغرس في الرحم في مكان معين هي مخصصة أنها تتغرس فيه بحيث بعد الولادة بيبقى سهل أنها تنفصل عن الرحم وسهل على الرحم أنه ينقبض ويوقف للنزيف القيصرية بتخلي المشيمة وكأن جرح القيصرية بيجذب المشيمة لي خليها تبدأ تتكون ناحية جرح القيصرية اللي هو المكان اللي مش المفروض تكون فيه فما تنفصلش وقت الولادة كويس يحصل نزيف جامد وأخطر من كده أنها ممكن تبدأ تطلع برى الرحم تتمدد وتتشعب برى الرحم يعني زي لو عندنا شجرة مثلا وإحنا زرعناها جنب حيطة الشجرة تكبر جدورها تكبر وتبدأ تكسر في الحيط دي بقى من رقم واحد لعشرة الرعب بتاع الولادة القيصرية ده بقى بيعرض يقضي لنزيف جامد استقصال الرحم وخطر على حياة الست وزارة الصحة قررت أن تساوي في أتعاب الأطباء اللي بتقوم بالعمليات القيصرية بنظرتها طبعا بيقوموا بعمليات الولادة الطبعية أو بتوليد النساء أولادة طبعية شايف قرار ده ازاي؟ لو عليها قلوهم تبقى أغلى كمان لو عليها قلوهم تبقى أغلى السبب؟ ستات مصر يزعلوا منك قوي الولادة الطبعية أول مرة ممكن تقعد لحد 16 ل 18 ساعة 16 ل 18 ساعة؟ 16 ل 18 ساعة؟ غرفة عمليات؟ لا 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 فقدتها بس بيجي لها الطلق يعني عبد المعنق الرحم يتسع تماما 16 ل 18 ساعة ودي بتكون تحت إشراف الطبيب فبالتالي الوقت اللي حضرتك بتولد فيه قيصري أربع أو خمس أو ست حالات هنا أنت بتابع حالة واحدة بتابع حالة واحدة محتاج فريق كامل معها فريق بيتابع نبض الجنين دايما فريق بيتابع التسع عنق الرحم وهو ماشي بالمعدل اللي يكون مفروض حاجات كتيرة جدا وممكن بعد 16-18 ساعة نقول لا الولادة الطبيعية مش هتنفع مش هيبقى فيه أمان على الجنين فبرضو نلجأ للقيصرية فبالتالي ضغط نفسي كتير ومجود جامد قوي من الطبيب بس هو ده الطبيعي هو ده الطبيعي وقصد كده أول ولادة دي بيبقى فيها الضغط النفسي ده أو المجهود ده قصد كده الولادات اللي بعدها بتبقى أسهل بتبقى أحسن دكتور حسام حبق الكلام عن إكسبيرينس طاعتك أنت أو تجربتك أنت لما بتيجي السيدات تسألك أنا أو تقولها مبروك أنت حامل فتقولك طيب حاول لده أنا قويصاري إيه الكمبيسيشن أو إيه الكلام اللي بيدور المحادسة اللي بيدور بينك وبينها عشان تقنعها أن هي طولة طبيعي أولا بقولها الكلمة اللي قلتها أنه هو المفروض أنه مش اختياري بس أنا مقدرش أكبرك إنما مهمتي كدكتور كطبيبك أنه أنصحك الولادة الطبيعية الفوائل بتاعيتها كذا وكذا وكذا الولادة القيسرية مخاطرها كده أنت بيقولولك أن الولادة القيسرية دي بدون ألم ما فيش ألم خاص لا الاتنين فيهم وسائل اللي نحن هنمنع الألم وبالمناسبة عايز أقول حاجة لستات مصر ما فيش حاجة اسمها حمل ولادة بدون ألم للأسف دي حاجة مش موجودة غير عندنا في مصر والأسف يمكن الأطباء فعلا بعضهم هو در رواج لها هو الأمومة كلها لازم يقفيها ألم نحن بنخفف الألم بنمنع ألم مبرح إنما لازم هتحسي بألم وإذا كنا هنتكلم بقى من ناحية طبية أكيد ألم الولادة الطبيعية من بعد الولادة أقل بكتير من نجاح القيسر بمناسبة الألم عاوزيني يعرف بقى أهمية جلسات الخاصة بي التثقيف النفسي علشان أرفع الخوف من الأمهات اللي بتخاف من فكرة الألم سواء أثناء الولادة أو ما بعد أو قبل الولادة فعلا هي دي اللي احنا محتاجينها أو في مصر هي دي اللي مش موجودة ومش حتتم عن طريق الأطباء لأنها بره مش بتتم عن طريق الأطباء بيبقى سيدات متخصصات في الموضوع دوت وهم بيصحبوا الست الحامل من أول حد لها خالص علشان يبدأوا يمرنوها نفسيا جسديا يبدأوا يعرفوها إيه اللي حيحصل أثناء الولادة الطبيعية إزاي تتعامل مع الألم ده أنا ما كنت باشتعل في إنجلترا كان معظم السيدات بيرفضوا اللي هو البنج النصفي مش عشان خايفين لأن هما شايفين أنهم لازم يحسوا بالألم يعني هما بيبقى الرد واحد أنا لازم أدزيرف يعني لازم أكون جديرة بالولادة دي بالطفل ده لازم أتعب فيه لازم أحس بالألم بتاعي طب بيحركة تكلمة على الألم كتير قوي وأنا مش قادرة أطلع من دماغي صورة كايت ميدلتون وهي بتخرج من مستشفى في ويلز وهي لسه والدة الثلاث ولاية في كل مرة بتطلع وقفة وشكلها حلو ومفيش حتى اللي هي موجبان أي حاجة هي كأنها دخلت عايدي خالص وخدت البيبي فإزاي فيه بنشوف كتير وعلى فكرة حتى التلفزيون التلفزيون كتير قوي بنشوف مشاهير كتير بيبقى ولا كأن في حاجة حصلت يعني كويس تحيك قلت ده عشان هي ولد الطبيعي علشان هي ولد الطبيعي هم طبعا بره عشان بس نبقى متفقين بالذات لو بنتكلم على تول كتير قوي بره مفيش خالص فكرة السيزيرين دي أو القيصاري دي آخر حاجة خالص يعني بيسيبوا السيدة تولد لغاية آخر نفس في الآخر خالص ممكن يعمل السيزيرين احتمال يعني في إنجلترا كنا عندية نقطة كده إن القيصارية لازم أمر محكمة بالذبت عشان نعمل قيصاري فعلا لا مش حقيقي أيوة عشان قرار طبيب وهو اللي بيأخذ القرار وقت ما يلاقي الموضوع صعب يعني لازم يقمر محكمة وزي ما بيقول لحضرتك المجهود ده متفق فيه الطبيب والمريضة يعني برضو أتذكر مرة مريضة أمريكية بس هنا في مصر فبأخذ منها التاريخ الطبي فهي بتحكيلي إنها ولدت قيصرية بتقول لي قعدت 24 ساعة ببتاح زق تحاوت تولي الطبيعي وبعدين في الآخر ولدوها قيصري وحصرت مثلا مشكلة ما بس مش مشكلة دائمة الحمد لله فأنا بهذر معها بقولها وأكيد رفعت عليهم قضية قالت لي لا لأن أنا اللي طلبت كده لأنه هم قالوا لي في أول 24 ساعة غالباً هتحتاج تولي قيصري بس أنا كنت عايزة أولي الطبيعي وفضلت أسابر وأنا مش ندمانة لأنه خلاص أنا عملت العالم طيب فكرة تغيير الثقافة دي بقى دكتور يعني حكي تكلمت على مجتمعات متقدمة وأكثر تقدماً هنقول طبياً على الأقل سواء أجهزة سواء معدات طبية متقدمة ربما يعني لو إحنا بنتكلم كده لغة المنطقة أقول اللي أنا أولد والناس بتروح تولد في أمريكا والناس اللي بتروح عشان خطر التجهيزات الطبية في حين إن الواقع ومن خلال حضرتك أهو كخبرة ويعني عمل في الخارج شفت إنه هما بيلجأوا للطبيعي هنا فكرة الثقافة فكرة ما يردد أو ما هو يتم تدوله بخلاف الواقع إزاي أنا قدر أرجع لوعي المواطن المصري فكرة اللي أنت إرجع للطبيعي لأنه هو ده الصح زي ما بره بيعمله بتحتاج مجهود قومي هتحتاج برنامج قومي تضافر مجهود ما بين أطباء أطباء أسادزة جماعيين مع سيدات من المجتمع تقدر برضو تبقى كلامها يوصل أكتر للسيدات المصريات على كافة المستويات الاجتماعية والثقافية المختلفة ولحد عمرها ما هتحصل فيه موليلا أكيد بس لازم نبدأ وأنه الموضوع يعني مش صعب زي ما الناس فاكرة طيب إحنا كلمنا على زيادة الوعي عند أو نشر الوعي عند المواطنين الطبيعيين لو هنتكلم على الدكاترة إيه اللي المفروض وزارة الصحة تعمله عشان الدكاترة إلتزموا أكتر بفكرة أنه مش أسهل حاجة يلا نولد قيصري موسيح حضرتك منظمة الصحة العالمية من فترة طويلة جدا كنا حددوا أن النسبة القيصرية لأنه زي ما اتفقنا غصب عنه لازم يقف فيه وردات قيصرية لأنه احنا برضو مش عايزين نضر الجنة والأمهات هو ده تقدم فقلنا أن النسبة 15% يعني في أي دولة النسبة بتاعت الولادات القيصرية تبقى 15% الدول كلها بتحارب قوي عشان تبضل في حدود الـ 15% فأنا لما يكون مثلا عندي طبيب نسبة الولادات القيصرية عنده 20% يبقى ده فيه نقاش إنه هو ممكن جات له حالات تستدعي أكتر يعني ده إنما لما لقي طبيب نسبة القيصرية عنده 100% أكيد ده ما كانتش قيصريات مطلوب فإحنا سهل جدا إنه إحنا نبدأ نشوف في رقابة إحنا ما عندناش ما عندناش يعني الرقابة على حالات التوليد اللي بتحصل في عيادات الدكاترة أنا بكلم هنا العيادات الخاصة طبعا هي ولدها بتحصل في المستشفى بس العينة بتيجي من لا ما عندناش آلية رقابة يعني بنفتقد لده نعم آه ما عندناش آلية رقابة طب برأيك لو إحنا حطنا عيادة الرقابة دي نقدر اللي إحنا فعلا نوصل للـ 15% المستهدف اللي حاجة بتقول عليه يعني لازم هيكون فيه بداية أكيد في الأول حتقابلنا عقابات ومشاكل بس أكيد مع الوقت ممكن نبدأ نوصل لهم نتمنى خلال الفقرة النهاردة ودكتور حسامي اللي نورنا في السوديو إن إحنا نكون ممكن فدنا لو فيه سيدات على وشك إنه هم يولدوا إنه مش أسهل حاجة الولادة القيصرية أنا شخصيا فهمت الفرق شوية وفهمتها أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقها طبيعي هي أحسن حاجة أي حاجة تدخلنا فيها يمكن بتساعد شوية لكن مش ده طبيعي يعني خلينا نمشي زي ما البشرية مشت خلال ألاف السنين اللي فاتت كل شكر ليك دكتور حسامي الشنوفي أستاذ النساء والتوليد بالأصر العيني نورتنا وقفتنا أكيد بمعلومات قيمة شكرا لك شكرا لك دكتور حسامي